في حياتنا تتبدل الأسماء وتتنوع الأماكن لكن قليلاً من هذه الأماكن تظل محفورة في الذاكرة والوجدان الجمرك أحد هذه الأماكن الذي اقترن اسمه بتاريخ عريق لكفاح ونضال الآباء والأجداد إبان حكم الإمام في الشمال والاستعمار البريطاني في الجنوب يقع الجمرك في محافظة لحجة حالياً جنوب محافظة تعز وعلى بعد خمسين كيلو متر من مدينة التربة الجمرك عبارة عن سوق تجارية كانت تجمرك فيه البضائع التجارية التي تشترى من محافظة عدن ونظراً لوعورة الطريق يضطر المواطنون لنقل بضائعهم عبر الحمير والجمال هذا المنطقة بين الشمال والقنوب كانت جمرك يعني حدود ما فاصل ما بين الشمال والقنوب كان يخرج نحن من الشمال والقنوب نخرج بالبوابير يستلمون حرشهم لكن عندما ندخل الشمال ما نستلم حرشهم يسلمون بسر جمالي حقسية البواب اسم الحمول أما البوابير نفيش هذا المنطقة كانت جمرك استدراجياً لحمول بضائع وملقة ما بين الشمال والقنوب وكانت تتورد فيها من جميع الأشياء الجمرك القديم سوق الاثنين المقاهية الأبواع وصولاً إلى منطقة المجزع كلها أماكن حملت بين جدرانها العديد من حكايات ومغامرات الآباء والأجداد أثناء تنقلهم من مدينة عدن إلى محافظة تعز وكما تشاهدون في الصورة أصبح الجمرك عبارة عن أطلال ومبان قديمة ومنطقة محرومة من خدمات عديدة الجمرك أحد أهم المناطق الحدودية التي ضلت لسنوات عديدة مركزاً تجارياً يملأه الحيوية والنشاط وممر لأجيال ساهمت في بناء المدارس ونشر الثقافة والتعليم شمالاً وجنوباً لذا فإن الجمرك اليوم بحاجة لمن يلتفت إليه ويدعمه ليستعيد ألقه القديم ودوره التاريخية